السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى في قناة Arabic Learning اليوم إن شاء الله سأعطيكم أو سأشارككم بعض الوسائل التعليمية المتعلقة بالدرس الثاني نحن لازلنا في الدرس الثاني في الفيديو السابق كنت قد قرأت لكم الدرس الثاني فاليوم إن شاء الله قبل أن أبدأ سأذكر بأهداف الدرس الثاني أول هدف هو أن يفرق الطالب بين الحرف المفرد والمركب وأن شكل الحرف يتغير على حسب موقعه في الكلمة الأول والوسط وآخر الكلمة مثل حرف الها أو حرف الك وباقي الحروف التعرف على حروف التفخيم خصة ضغط قض يدقن كتابة الحروف المركبة يعني هنا ندخل مهارة الكتاب يميز بين التاء المربوطة والها والتاء المفتوحة ثم يتعرف على أشكال الهمزة المختلفة همزة على السطر على الألف على الياء على الواو فهذا فيما يخص أهداف المتعلقة بالدرس الثاني التي يجب أن نراعيها عندما ندرس الدرس الثاني فأول وسيلة إن شاء الله سأتحدث عنها هي وسيلة هذه الوسيلة هي مهارة الكتابة فقمت بإنجاز هذه البطاقات هنا عندي الدرس الثاني كله في هذه البطاقات الملونة الجميلة فالطالب كما تلاحظون هنا الحرف المركب فهنا مفرد فالطالب يمرر القلم على الحرف المفرد فكل مرة ممكن أعطيهم ثلاث بطاقات على حسب نجموعة فأنا سأعطيكم أفكار وهذه الأفكار إن شاء الله ستخلق عندكم أفكار أخرى وستعطيكم وسائل أم طرق أخرى لاستعمال هذه الوسائل داخل الفصل مع طلابكم هذه هي فكرة البطاقات للكتابة وكذلك للقراءة كما قلنا هي مهارة الكتابة تثبت وتقوي مهارة القراءة فهذه الوسيلة الأولى الوسيلة الثانية هي هذه البطاقات كما تلاحظون هنا الحروف وضعت هذه البطاقة فقمت بتغليفها وضعت الفولكرو فعندي هذه البطاقات هنا في هذه العلبة فهنا مفردة وهنا مركبة فعندي ثاثة لام فألسق هذه الورقة على الحروف المفردة على الحروف المركبة ثم أبحث عن نونيا نونيا تايا فممكن المعلمة أن تقوم بهذه المهمة مع الطلاب أو أن تترك لهم المجال في مساعدة بعضهم البعض في القيام بهذه المهمة تايا أضع هذه البطاقة وهكذا إلى نهاية كل البطاقات الموجودة في هذه العلبة فكما تلاحظون عندي هذه هذه حروف مركبة ممكن أقوم بالعكس هذه البطاقة أو اللوحة فيها حروف مفردة وهذه البطاقات أكيد ستكون مركبة وألسقها على البطاقة التي تطابقها أو تناسبها هذه الوسيلة الثانية في نفس الوسيلة فقط هذه بطريقة مبسطة ليس فيها يعني بطاقات كثيرة فكما قلت ممكن للطلاب الصغار ممكن للطلاب الذين لا يستحملون كثرة المعلومات أمامهم فكما تلاحظون هنا عندي حروف مفردة للدرس الثاني كلها موجودة هنا ثم الحروف المركبة للدرس الثاني فعندي ثلاث يعني حروف مفردة فسأختار ليس عندي الوقت أبحث عن الكلمة المقاطع فمثلا باسين فأضع باسين هنا مركب وأبحث عن باسين مفرد في هذه الجهة وهكذا إما عندي بطاقات يعني متنوعة ممكن نقوم بهذه المهمة عن طريق المجموعات فهذه وسيلة فلكم الاختيار في كيفية استعمالها داخل الفصل ثم عندي وسيلة أخرى هي هذه البطاقات الجميلة الملونة دائما تعجبني الألوان لأنها سبحان الله تساعد الطلاب على أولا على حب تعلم اللغة العربية ثانيا تساعدهم على اكتساب المهارة التي يتعلمونها بطريقة ممتعة وبطريقة أسرع وفي وقت وجيس فهذه البطاقات كما تلاحظون فهي كذلك قمت بتغليفها فصدقوني هذه الوسائل أكيد تحتاج وقت طويل تحتاج مال لكن ستستمر معك لمدة عشر سنوات لا تنتظروا من المدرسة أن تعطيكم مصارف هذه الوسائل التعليمية فاحتسبوها صدقة جارية والله سبحانه وتعالى هو الذي سيجازيكم على هذه الصدقة وسترون ثمار هذه الصدقة وأنتم تشتغلون مع أبنائكم وطلابكم داخل الفصل فقلت هذه البطاقة هو حرف مركب لكن هنا وضعت الحرف المفرد فمع التمرين مع الممارسة فالطالب يتعود على معرفة شكل الحرف في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة فطريقة استعمال هذه البطاقات ممكن أن أقلب البطاقات أكيد هذه بطاقة لا تمثل درس الثاني بأكمله لكن هي بعض البطاقات هنا فقلت نقلب هكذا البطاقة وكل طالب يقوم برفع البطاقة فيقرأها يقرأ صادعين أو ممكن أعطيهم يعني بطاقة قلائل ثم أنادي على البطاقة صادعين وهم يبحثون فصادبا لا هذه ليست البطاقة التي أريدها خوزا لا هذه البطاقة ليست البطاقة التي أريدها صادعين صحيح هذه البطاقة التي أبحث عنها صادعين ونضعها على جم وهكذا إلى نهاية البطاقة ممكن أن أوزع ثلاث بطاقات على كل طالب على حسب عدد الطلب في الفصل ثم أنادي على البطاقة ويقوم الطالب إلى الصبورة ويقرأها حتى نخلق جو النشاط والحيوية داخل الفصل ونشجعهم على يعني الحب تعلم اللغة العربية ودائما يكونون متشوقين للحضور لحصة اللغة العربية فهذه وسيلة أخرى عندي وسيلة أخرى كذلك فهي عبارة عن ملصقات فقمت بإنجازها فهذه حرف مركبة ممكن أن أهيئ ورقة عادية وأعمل تغليف ثم أضع الحروف المفردة والطلاب يقومون بالمسق ويلسقونها في المكان الذي يطابق الحرف نون با لا بطريقة الحروف المفردة فهذه وسائل تعليمية هناك وسيلة أخرى هي قمت بها بيدي لم أستعمل الحاسوب فالفكرة هي فكرة الإبداع أحيانا لا تكون عندي هذه الأوراق الملونة لا يكون عندي وقت لاستعمال هذه أو الاشتغال على هذه الأشياء بالحاسوب لكن ممكن أستعمل القلم بطريقة تقليدية ولكن سبحان الله هذه الأفكار يعني تشجع الطلاب كما قلت على التعلم فكما تلاحظون أخذت ورقة ووضعت حروف مفردة وحروف مركبة مثلا ياتانون فالطالب يبحث عن المقطع المركب الذي طابق ياتانون ويلونه بنفس اللون هذه طريقة وسيلة بسيطة متواضعة وماذا آخر فهذه هي الوسائل التعليمية المتعلقة بالدرس الثاني جزاكم الله خيرا دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر